النهاردة النادي الاهلي اصدر بيان قال في ان الدكتور سعد شلبي قال في المدير التنفيذ النادي الاهلي ان الاهلي ارسل اليوم خطب لاتحاد الكرة المصري يؤكد فيه على طلبه باسناد مبرطيه القدمتين في الدوري مع كل من طلاع الجيش وصيرامية كلوباترة الى حكام اجانب يتم اختيارهم من اقوى خمسة دوريات في العالم الدوري الانجليزي والدوري الاسباني والدوري الالماني والدوري الايطالي والدوري الفرنس طلب الاهلي ان يكون حكم الساحة الذي يتم استخدامه بمعرفة اتحاد الكرة من بين افضل خمسة حكام في بلاده ارفق النادي بخطابه شيكا بقيمة ما يعادل تمانين الف دولار تكلفة حكام المبراطين حكام ساحة زائد حكام الفار حسب ما حدد اتحاد الكرة وتم ابلاغ الاتحاد بان الاهلي سوف يحدد مبراطيه اللاحقتين التي يطلب ادارتهم لحكام اجانب عندما يتلقى مواعيد المباريات المتوقية في جدول الدوري الممتازة والله اتحاد الكرة وافق والنادي الاهلي باعت الفلوس والناس كلها مبسوطة يبقى مش دون تعالق اشتركوا في القناة